لم يمر سوى أيام قليلة على رحيل رجل الأعمال منصور الجمال الزوج الصابق للفنانة ليلى علوي بسبب إصابته بالفيروس ولكن فجاءت ليلى علوي جمهورها بنشرها عبر حسابها الشخصي صورا لجلسة تصوير لها لصالح إحدى المجلات معلقة عليها حواري مع مجلة سيدتي عدد 11 إبريل استمتعتوا به جيدا أوصفوا لي أنتم كمان يوم يدكم في العزل المنزلي في ثلاث كلمات حيث أصارت الفنانة ليلى علوي جتلا بين متابعيها بهذه الكلمات وتساءلوا عما إن كانت تمر بحالة حزن على رحيل زوجها الصابق أم تجاوزت الأمر سريعا وهي التي نعت طليقها قائلة إنا لله وإنا إليه راجعون ادعوا بالرحمة والمخفرة لرجل الأعمال الدكتور منصور الجمال الذي وفته المنية ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان الجدير بالذكر أن رجل الأعمال تزوج من الفنانة ليلى علوي في 2007 وقال عنها إنها أجمل زيجة ولم يتزوج بعدها مع إنه تزوج قبلها مرتين وكان دائما يؤكد حبه لها ويخاف عليها واصفا إياها بالسيدة الشيك رافضا المقارنة بينها وبين جميلات الغرب لأنها أكثر جمالا على حد قوله وفي فبراير 2015 انفصل عن بعضهما وحتى بعد الانفصال قال عنها إنها كانت ست بيت ممتازة وإنه كان يحب كثيرا شخصيتها ترجمة نانسي قنقر